وصل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية التونسية الشقيق اليوم لترأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة العربية في دورتها لاعتيادية الثلاثين وقد جرى لسمو الشيخ محمد بن مبارك استقبال رسمي يتقدمه معالي حبيب الصيد رئيس الحكومة السابق الوزير والمستشار الخاص لدى فخامة رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية وسعادة صبري باشا طبجي كاتب الدولة وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة التونسية كما كان في الاستقبال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة العربية وسعادة إبراهيم محمود أحمد سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية وأعضاء وفد مملكة البحرين للقمة وتبدأ أعمال القمة صباح غد الأحد لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الاجتماعات التحضيرية لأصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية ومشاريع القرارات التي تمت صياغتها في الاجتماع الوزاري ترجمة نانسي قنقر